اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان طبعا جميعا تابعنا الأكاديمية الوطنية للتدريب اللي بدأت أولى خطوات الحوار الوطني اللي دعا ليه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في خلال حفل إفطار الأسرة المصرية واللي قال فيها سيادته أن الجمهورية الجديدة بتتسع للجميع وأنه الخلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية والحقيقة أنه فيه استجابة كبيرة وترحيب واسع من كل القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة في الدولة اللي أعلنوا عن مشاركتهم في هذا الحوار الوطني خليا نتكلم أكتر ونتكلم في كل التفاصيل مع الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية عن هذا الحوار الوطني والمتوقع ومخرجات هذا الحوار الوطني سبع الخير على حضرتك يا فرد سبع خير يا سوزة واستقبلت إزاي مسألة الحوار الوطني وأنه كل القوى السياسية تشترك في الحوار الوطني ما فيش إقصاء لحد وكمان إزاي قريت المشهد من قبل القوى السياسية في البداية هي مبادرة كريمة من فخامة رئيس عفتاح السيسي رئيس الجمهورية أطلقها في يوم إفطار الأسرة المصرية مبادرة من ضمن مبادرات رئاسية عديدة للنهوض بالمجتمع المصري ككل بكل القوى والفئات الممثلة لكل الشعب المصري لها سوابقها في الحديث من فخامة رئيس في أكتر من مرة فخامة رئيس طالب الحزاب السياسية بممارسة دور أكبر بالالتحام مع الدولة المصرية في التحديات اللي قدامها فخامة رئيس كان حريص على إبراز دور كافة مكونات الوطن وكافة فئات الشعب في أكثر من حديث والمطالبة بأن تكون القوى المجتمعية وأن يكون المجتمع المدني متصدر للمشهد مع الدولة الدولة بالطبع عندها سلطتها اللي تمارس مهمها لكن دائما بتحتاج من أجل النهوض بدورها بالأدوار المجتمعية سواء للأحزاب السياسية أو للمجتمع المدني من الإطار ده جت المبادرة الرئاسية للحوار الوطني وينبغي هنا أن نحن نتفهم أنه حوار وطني وليس حوار سياسي فقط بمعنى أحد مجتملات الحوار هو المكون السياسي ولكن هناك مكونات أخرى ينبغي أن نتفهمها في هذه المرحلة الدولة المصرية عندها تحديات على الصعيد الاقتصادي عندها تحديات على الصعيد الاجتماعي كثيرة عندها تحديات على الصعيد الثقافي تتطلب حوارا جديا حول أولويات العمل الوطني في المرحلة اللي جاية ومن ثم المبادرة الرئاسية أنا أتصورها هي دعوة لشحز همم كافة فئات الشعب المصري من أجل الالتفاف حول قضايا الوطن المصرية في هذه اللحظة للوصول إلى أجندة عمل وطنية شاملة ومتكاملة بتوافق كافة فئات الشعب من أجل النهوض بالدولة المصرية في الجمهورية الجديدة نحن نبتدي جمهورية جديدة أحد مكوناتها الالتفاف حول الأهداف الوطنية الالتفاف حول المصلحة القاومية المصرية تحقيق مزيد من السبات والتماسك المجتمعي بما يفسح المجال أمام تطوير حقيقي للعمل السياسي داخله لكن ما يكونش المكون السياسي دافع للخروج عن تقاليد هذه الدعوة أو فهم خطأ لمكونات هذه الدعوة اللي أتصورها أبعد كتير جدا جدا من أن أحصرها بس في المكون السياسي أشبه سيد أحمد يمكن الحوار ده خرج في توقيت حساس نحن بنتكلم على أزمة اقتصادية عالمية فيش حد يعني مستثنى منها بنتكلم على أيضا صراع روسي أوكراني فيه تفاصيل كتير قوي بيوجهها العالم وتحديات بتأموك بالعالم ككل أهمية توقيت الإعلان عن هذا الحوار طيب على عكس ما يتردد وعلى عكس ما حاول البعض أن يصور أنا شايف أن مبادرة السيد الرئيس في هذا اليوم وما صحبها من مظاهر للاحتفاء بالمعارضين المصريين في هذا اليوم دليل على قوة الدولة المصرية ودليل على تطبيق عملي أن الدولة المصرية تتسع للجميع فخمت رئيس تحدث عن دولة مدنية حديثة ديمقراطية وده لازم نقف قدامه ونتفهمه وسيادة الرئيس كان يتحدث من منطق القوة وليس منطق كما حاولوا أن يروجه أو كما حاولوا أن ينتحدثوا أن الدولة تخشى من بعض الطائرات السياسية أو إلى آخر هذا أمر غير صحيح الدولة قوية الدولة سابتة الدولة مستقرة الدولة حقاقت نجاحات في كافة الملفات اللي كانت لها أولوية وفقا للرؤية الخاصة بالقيادة السياسية وحان الوقت للالتفات إلى الملفات الأخرى الالتفات إلى الملفات الأخرى ده يتطلب وجود توافق عام عليه لخلق مزاج عام بين فئات الشعب المصري المختلفة كلها حول السواب والأهداف بالطبع اللي حضرتك بتقوله في غاية الأهمية لما بنقف على التحديات الداخلية عندنا تحديات كبيرة جدا نرجع لها بعدين بس خلينا في التحديات الإقليمية والعالمية اللي حدرتك تحدثت عنها لأن لها إنعكساتها الداخلية التحديات العالمية حدرتك تتحدث عن اختلاف أولويات الأجندة الاقتصادية للعالم بمعنى أن العالم لغاية 3 سنين فاته كان بيتحدث عن أن الأولوية الأولى ليه في المجال الاقتصادي هي مواجهة البطالة والحد من ظاهرة البطالة العالم مرة واحدة ابتدى التجه إلى الحديث عن أزمة التدخل وشفنا سياسات دولية خاصة فيما يتعلق بأولوية المتحدة الأمريكية من رفع متكرر لنسب الفايدة وهي محسوبة ومتوقعة من فترة كبيرة لازم المصرين يتفهموا أن كل مراكز الأبحاث كل مراكز الدراسات كانت متوقعة هذا التوجه الأمريكي في هذا التوقيت هذا الأمر لم يكن يأتي من فراغ وأن الدول اللي عندها رؤية تحسبت لدى يعني ما نسمع تأكيد فخامة الرئيس حفلتها حسيسي لأكتر من مرة أن السلع الاستراتيجية متوفرة أن السلع أمينة لغاية آخر السنة ده بيقول أن الدولة مصرية كانت عامل حسابها من فترة كبيرة جدا على أثار هذا التضخم العالمي اللي بيحصل حوالينا التضخم العالمي ده بات بيهدد العالم في ضوء تصاعد هذا التشابك المهم جدا لازم نفهموا أنك أنت مش أزمة تضخم بس نتيجة أزمة جائحة كورونا وتوقف الإنتاج وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد من أنت دخلت فيه تحقيدات أكبر في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية اللي محدش عارف أمد لواضح لها بمعنى تطورات على الأرض كل يوم يعني إنبارح كان أمر مزعج جدا في تطورات الأزمة والحديث عن فنلندا والحديث عن أزمة فيما يتعلق بالكطب الشمالي إذن أنت تتحدث عن أزمات سياسية عماقت كتير جدا من الأزمة الاقتصادية العالمية ده أدى إلى إنعكاسات على كافة دول العالم أدى إلى أزمات غزائية بيعاني منها العالم العالم كله متوقع أزمة غزاء كبيرة جدا في الفترة المقبلة صحيح أحدث تقارير صندوق النقد الدولي كانت بتقول أن الأزمة دي هتستمر حتى 2024 على الأقل بالضبط وده لإنعكاساته المباشرة على الأوضاع في الدول النامية وفي الدول اللي ابتدت خطط التنموية طويلة للأمد ومن ثم ينبغي علينا التعامل بسياسات وبأجندات مختلفة تتواكب مع هذه التحديات هو ما تفرضه من مخاطر على عمليات التنمية في دول وعلى رأساها بالطبع الدولة المصرية أساس أحمد أريد أن أرجع محضرتك لحالة الحوار الوطني ونعول على الأحزاب في الدور المطلوب من الأحزاب والقوى السياسية لتعاملوا من خلال الحوار الوطني تساقد مع كل هذه الأزمات اللي بتنهر بيها الدولة سواء دوليا أو محليا بالطبع في استجابة كبيرة من كافة مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية خلينا نقول أن العام 2022 هو عام المجتمع المدني سبقوا الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للمجتمع المدني أنت بتتكلمي على الدولة لديها أفق مختلف للتعامل مع مكونات مجتمع يعني لما فخمة الرئيس يدعو إلى مبادرة للحوار الوطني هذه الدعوة مش جاي من فراغ ولكن هي جاية وفقا لرؤية القيادة السياسية في توقيت محدد بهدف تحقيق مزيد من التماسك واللحمة الوطنية تجاه قضايا الوطن الأحزاب السياسية الرئيسية الكبيرة القديمة والأحزاب التي نشأت بعد 2011 وبعد 2013 واضح أن في مزاج عام منها للترحيب بهذه الدعوة لكبول العمل وفقا للأجندة المحددة من الأكاديمية الوطنية للتدريب ولازم نتفهم هنا أن تكليف فخمة الرئيس للأكاديمية الوطنية لتدريب وضع الأجندة والتوافقة التحالف الحزبي على القبول للعمل في إطارها والقبول بإدارتها للحوار الوطني بيعكس ثقة في القيادة السياسية لأن الأكاديمية الوطنية في التدريب في النهاية تخضع للإشراف المباشر من فخمة الرئيس الأكاديمية الوطنية اطلعت بمهام كبيرة طول الفترة اللي فاتت لتنظيم العديد من الاحتفاليات والمناسبات الحوارية الكبيرة على رأسها منتدى شباب العالم اللي بيحقق في دوراته المختلفة سيصل حاكل لفكرة أن الأكاديمية الوطنية تم إسناد هذا الحوار للشباب فكرة أن الرئيس مجدداً بيعول على الشباب أيضاً ما هو ده مكون تاني لازم نهتم بأن الأكاديمية الوطنية للتدريب فرخت للمجتمع المصري على مدار السنوات السابقة من خلال البرنامج الرئاسي للتأهيل الشباب للقيادة البيل بي أو البرنامج الرئاسي للتأهيل التنفيذيين البيل بي مجموعة من القيادات اللي تبوأت مناصب بالطبع خلينا نقول وعلشان نبقى متفاهمين مشارط كل نموذج بيتولى منصب بينجح إنما هذه الأكاديمية فرخت للمجتمع مجموعة من القيادات بالفعل القادرة على موجهة تحديات المرحلة القادمة للدولة التجاوب الأحزاب السياسية مع هذه الدعوة والعمل وفقاً للقواعد التي تم وضعها والقبول بفكرة الحوار العام دون قيود أو شروط والقبول بفكرة إفساح المجال لتعدد الفئات الممثلة في المجتمع القبول بفكرة إفساح المجال لفئات الشبابية المختلفة من أجل المشاركة عبر الاستمارة الإلكترونية التي تم توفيرها من خلال منصة الأكاديمية القبول بفكرة النقاش الحر أن الأكاديمية الوطنية دورها هيتم بدون التدخل في أي مضمون أو محتوى للنقاش بالضبط معه ده الختام النهائي يعني إحنا لما بنشوف خبراتنا في التعامل مع الدورات المختلفة لمنتدى شباب العالم أو الدورات المختلفة للمؤتمرات الشباب التي انعقدت فيها الدولة المصرية لازم نتوقف عند إفساح المجال للتعبير عن كل الأراء بحرية ووفقا للقواعد الالتزام بالأخلاقيات ووفقا للقواعد الالتزام بقواعد العلمية يعني لما نبقى داخلين نتكلم في حوار على هذا النحو لازم كل حزب من الأحزاب وكل فئة من الفئات التي سيتم تمثيلها لأن مهم جدا يتم تمثيل فئات الفلاحين فئات العمال المرأة لأن الأضايا التي سيتم تناولها أتصور أنها مكون رئيسة فيها المكون الاقتصادي والمكون الاجتماعي ومن ثم لازم يكون فيه تجهيز كبير جدا من الأحزاب في هذا التوقيت لهذه الملفات ووضع رؤى ينبغي النقاش عليها على أسس علمية يعني ما يكونش الكلام بالمنطق اللي بيطلق عليه المنطق الحنجوري ولكن الشعرات الزائفة والشعرات السياسية اللي يعني ابتلينا بيها على مدى فترات زمنية طويل لازم يكون عندك برنامج يعني أنت بتتكلم ما هواش برنامج يلمس الواقع ما هواش كلام وخلص بالضبط لازم يكون برنامج موضوع على أسس علمية يطرح حلول جذرية على سبيل المثال لازم البحث فيه أضايا أضايا الزراعة ووضع حلول لتأمين الفلاح المصري ووضع حلول جديدة لتوفير مزيد من الأراضي الزراعية المصرية من خلال الاستفادة من مياه البحر ويمكن ده كان أحد نتاج حوار مبارح كنت بعمله مع الزمين اللي هي في المجلة الأستاذ مالك عاوني مدير التحرير نحن كنا بنتكلم عن كيفية استفادة الدولة المصرية من المياه الملحة عندنا المياه البحر الأحمر عندنا مياه البحر الأبيض إزاي نقدر نستفيد من دول نزود محاصيل تزرع خصيصا للبحار ودي ممكن أن تسهل كثيرا على الدولة المصرية في المرحلة الجاية إزاي نقدر نستفيد من توطين الصناعة وبرامج توطين الصناعة إزاي نقدر نساعد على الحد من ظاهرة الاستيراد ونعتمد على الاستيراد من الخارج ونعتمد إحنا على التصدير وإزاي نقدر نفعل المكون الوطني في الصناعة وإزاي نقدر نخرج للعالم بدولة مختلفة في المرحلة القادمة بالطبع كل ده مش هيحصل إلا بنبز خلافات الماضي وبإلقاء التصورات الزاتية في موضع مجرد المرحلة القادمة تتطلب من الجميع صفاء النية وده يمكن أثباته فخامة الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية وإن احنا نتعامل مع بعض بتجرد ونزاهة وشرف تقتضيها المرحلة القادمة من تحديات المرحلة القادمة لازم المواطن يفهم فيها دوره وده مش هيجي غيلة من خلال بس المباشر اللي وعدت به الأكاديمية الوطنية لجلسات الحوار علشان يقدر المواطن يتابع ويستفيد من إيه اللي بيتقال وإزاي المستقبل بيوصد ويكون على دراية كمان بمشاكل نهي علشان لأنه إحنا لو عارفين أنه عندنا مشكلة مثلا في الزراعة في تصنيع منتج معين المفروض أن ده ينعكس على المواطن في استهلاك وله الحاجة دي لأنه المفروض أن المواطن شريك أساسي في الوطن هقول لحضرتك على حاجة سوز هدير يمكن كان دكتور وليد هندي مع حضرتكم وكان بيتحدث عن المكون النفسي والطلاب وأحد المكونات المهمة اللي لازم تكون موجودة في الحوار الوطني التعليم وجوانب القصور وجوانب الكمال ودور الأسرة ودور المدرسة وإعادة تأهيل المعلم وإعادة تغيير السلوكيات للمواطن وأمور كثيرة جدا تقتدم أننا مجهود في كافة نواحي حياة المواطن المصري لكي نخلق مواطنا مؤهلا للجمهورية الجديدة أننا أخذ الحوار الوطني في سكة الخلاف السياسي الدولة المصرية قدمت المبادرات التي تكفي يعني من خلال إثبات قوة الدولة وحسن نواية الدولة إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن عدد كبير من المدنيين على قضايا بعفو رئاسي ده بيقول أن الدولة تحاول أن تفتح الباب وتفتح الباب بقوة أمام المجال العام من أجل تنوع الأراء ولكن في إطار التمثل بالسوابة الوطنية لهذه الدولة التي تستحق مننا جميعا أن نفكر ونعمل البرامج العلمية للإعداد لمستقبل مختلف في الجمهورية الجديدة سيد أحمد يمكن ده مبدأ حسن النية الذي تحدثت عنه يبقى عدم التشكيك ومشاركة كافة أطياف لون المجتمع المصري تحديدا في هذا الحوار لكن شايفت إزاي فكرة تشكيل لجنة من مراكز الفكر والرأي لتجميع المخرجات الأولية المتفق عليها من كافة القوة لهذا الحوار الوطن ورفعها للسيد الرئيس الجمهوري طيب سيد أحمد فكرة التكليف نفسه للاكاديمية الوطنية بإدارة هذا الحوار تعني مباشرة أن هذا الحوار سيتم تحت رعاية فخامة رئيس عفتاح السيسي معنى أن جلسات الحوار هتتم وبعدين في النهاية مراكز الأبحاث والمجتمع المدني ممثل فيه النقابات وفيه المؤسسات الفكرية والبحثية المختلفة تشارك فيه سياغة كل ما ورد من توصيات ورفعها يا فخامة رئيس لإقرارها في صور برنامج عمل للمرحلة القادمة ده ضمانة كبيرة جدا لشفافية ما سيشاهده المواطن وما سينتج عن هذه الجلسات من أفكار من أطروحات تتعلق بكافة مناحي تعميق مبادئ الهوية الوطنية الابتعاد عن الزاتية ترسيخ فكرة مواجهة التحدي الدولة المصرية عندها تحديات داخلية كبيرة جدا يمكن احنا في الفترة الأخيرة شايفين محاولات يائسة من القوى الزلامية الإجرامية الإرهابية لبس الزعر لبس الفزع إنما الدولة المصرية سابتة تعلم جيدا عبر قواتها المسلحة الشريفة وعبر شرطتها المدنية البسلة دورها في الحماية والزودة عن الأمن القومي المصري بمفهوم الشامل عندنا دولة تمكنت من بناء قوات مسلحة حديثة على مدار السنوات الماضية قادرة لضمان الحفاظ على مقدرات هذا الوطن والدفاع عنه ضد أي نوع من أنواع المخاطر ومن ثم توافق هذه القوة على هذه الأجندة في ظل كل معطيات القوة المصرية في هذه المرحلة اللي بتدفع كل مؤشرات منظمات الاقتصادية العالمية وصندوق النقد والبنك الدوليين أنهم يصنفوها دولة من الدول المتوقعة أن تكون أكثر نموا رغم كل التحديات التي تواجه العالم فيها خلال هذا العام والعام القادم ده بيقول أن دي ضمانة كبيرة جدا أن جلسات هذا الحوار لن تذهب هباء وأن هناك ضمانات لتفعيلها في المستقبل من خلال هذا البرنامج الوطني الذي ستتم صياغته ويعني خلينا نقول بمنتهى الشفافية أن الدولة في هذه المرحلة بحاجة إلى تكاتف كافة فئات الشعب المصري وكافة قوى المجتمع المصري وده يمكن الاستجابة الكبيرة اللي جات زي ما بتدينا الحوار عن أن احنا فيه عندنا أحزاب سياسية لا، القوى الحقيقية في المجتمع عن نقابات، هيئات، مؤسسات صحفية، مؤسسات فكرية، مؤسسات بحسية كلها رحبت، كلها بدرت بالترحيب لأنها تدرك من حثها الوطني مدى الحاجة إلى تحقيق التوافق العام على أجندة وطنية للعمل طالما طلبنا الأحزاب والقوى السياسية بالتوافق عليها إنما جاء الوقت لكي يتم تنظيم هذا العمل طالما فيه يعني فكرة أنه عدم قدرة على الالتقاء طب إحنا هنوفر الألية التي تضمن أن أنتم تجلسوا لتفعيل قدرة الأحزاب السياسية ويمكن هذا ينتج لنا في المرحلة القادمة تحالفات سياسية، أحزاب سياسية أكثر قدرة على التعاطي مع تحديات المجتمع المصري بل ورد أهداف مختلفة يتوافق عليها الجميع لوطن مختلف في المرحلة القادمة نقدر نقول أن الدولة تبحث عن أرضية مشتركة تجمع جميع الفئات، جميع القوة، جميع الأحزاب وتستوعب كل الأفكار والأطروحات الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية نشكر حيك فلن مع وجودك معنا في صباح الخير شكرا أستاذ أحرين، شكرا أستاذ هديل، شكرا لحضراتكم كده مشاهدين خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة كنا معيكم على مدار ثلاث ساعات أنا ولندا وأحمد عبدالسامد وبكرة حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس المعاد وجمعة مباركة على حضراتكم وربنا دايما يصبحكم بالصحة والسعادة والريضة صباح الخير على حضراتكم صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة